هل فعلا الاستيقاظ المبكر لها الدرجة مهم ومفيد؟ ولا في أحيان الاستيقاظ المبكر ممكن يأذيك ويضرك؟ السلام عليكم جميعا أهلا وسألا فيكم بفيديو جديد معكم سائد يونس مدرب في التنمية الذاتية وريادة الأعمال ومؤلف كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ لو أنت من المهتمين في التنمية الذاتية وزيادة الإنتاجية أكيد سمعت في الأونة الأخيرة ولاحظت أنه كثير كثر الحكي عن فكرة الاستيقاظ المبكر وصرنا نسمع مصطلحات مثل نادي الخامسة صباحا أو الصباح المعجزة The Miracle Morning وغيرها كثير من المبادرات ومن الأفكار اللي بتحكي لك ببساطة أنه الإنتاجية فقط في الصباح ولازم كل واحد فينا يكون بيستيقظ في الفترة الصباحية أربعة الصبح خمس الصبح في ناس بيحكي لك لا كمان قبل الأربعة عشان أنت تكسب اليوم من بدايته وتحافظ على إنجازك وإنتاجيتك لكن للأسف كثير شباب صدقوا هذا الكلام حرفيا وبدأوا يعتقدوا أنهم طالما مش عم يستيقظوا بشكل مبكر هم ناس فاشلين وطالما مش عم يستيقظوا بالخمس الصبح أو الأربعة الصبح إذن هم مش من الناجحين لهم مستقبل عظيم في هذا العالم وما رح يقدروا يعملوا إنجاز لا في يومهم ولا في حياتهم طبعا هذا الكلام كله خاطئ عاري عن الصحة تماما الموضوع اليوم رح نحكي عنه بالتفصيل أكثر حتى نعرف شو هي الحكاية تابعونا حتى النهاية لو أنتم جداد لا تنسوا تشتركوا معنا في القناة هاي القناة بذكر هدفها الأساسي أنها تساعدك تعيش الحياة بشكل أفضل وأمتع وأجمل تخليك أنت تكون إنسان أفضل مع نفسك مع غيرك في حياتك مع الآخرين وأكيد تقوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فإذا أنت جديد اشترك معنا وفعل جرس التنبيهات حتى ما تفوتك الفيديوهات الجديدة القادمة ويلا نبلش أصدقائي العزاء بعد الانتهاء من تسجيل هذا الفيديو قررت أني أعمل ملف بيحتوي على جدول زمني يساعدك تنظم وقتك اعتمادا على نوع شخصيتك الزمنية أو على نوع النمط الزمني الخاص فيك حتى تقدر تحط جدول وتنظم أمورك ووقتك ويومك بناء على نمط الزمن الخاص فيك إذا بتحب تحصل على هذا ملف بتلاقي الرابط في صندوق الواصف ويلا نتابع الفيديو كثير سمعنا عن الاستيقاظ مبكر وكثير سمعنا عن قصص لأشخاص بيستيقظوا بشكل مبكر جدا وهم من الناس الناجحين أمثال تيم كوك مثلا مدير شركة أبل اللي يعرف عنه أنه هو بيستيقظ بالساعة الرابعة صباحا أو رابعة فجرا مثل أوبرو وينفري كمان اللي بتصحى كثير بكير أو مثل المؤلف دان براون مؤلف شيفرة دا فينشي وغيرها من الكتب العالمية اللي هو أيضا يستيقظ في الرابعة صباحا والأشهر يمكن اللي هو روبين شارمة المؤلف لكتاب نادي الخامسة صباحا وغيرها من الكتب والفيديوهات والدورات اللي بتحكي عن فكرة الاستيقاظ المبكر الاستيقاظ المبكر فكرة براقة وجميلة حلو هيك الواحد يحس حاله إذا أنا بصحبك كير خلص كل حياتي رح تتضبط إذا بصحبك كير رح أصير من الناجحين سهل علينا نصدق هذا الكلام لكن الحقيقة شوي أعمق من هيك وشوي أبسط وأسهل من هيك ورح تريحك اليوم بإذن الله تعالى في هذا الفيديو قبل ما أشرح لك ليش عادي أنت تختار الوقت اللي بتحبه وتستيقظ فيه وليش مش بالضرورة أنك تستيقظ مبكرا عشان تكون من الناجحين خلينا نستعرض بعض أسماء الأشخاص الناجحين اليوم اللي إحنا بنعرفهم مشاهير اللي بيستيقظوا شوي متأخر يعني بعد الأربعة الصبح يمكن بعدها بشوي صغيرة وأشهرهم مثلا مارك زاكربرغ اللي هو معروف عنه كثير بيتأخر في النوم وبيصحى ساعة تسعة وعشرة وبعد هيك لكن بالفترة الأخيرة بعد ما صار قبل طفلة صار يعدل نومه أكثر وصار يصحى بكير بالنسبة له بكير كثير على الثمانية الصبح أيضا من الأسماء المشهورة هو المستثمر وورن بوفيت من أغنى أغنياء العالم وثروته الحالية تقدر بأربعة وثمانين مليار دولار معروف عنه أنه ما بيستيقظ بشكل مبكر والعكس كان يحكي في كثير من المقابلات أنه بيكره الاستيقاظ المبكر وبيكره العمل في وقت مبكر في الصباح ومهم جدا بالنسبة له ياخذ قصد كافي من النوم ثمان ساعات أو أكثر أكيد القائمة تطول لو بدنا نذكر الأمثلة في أمثلة كثيرة على ذلك تؤيد سواء الاستيقاظ المبكر أو تؤيد أنه مش بالضرورة اللي بيصحوا بكير يكونوا ناجحين ومش بالضرورة اللي بيصحوا متأخرين يكونوا فاشلين في ناس بيصحوا متأخرين وهم من أنجح الشخصيات في العالم والخلاصة يا صديقي لو فكرت في الموضوع رح تكتشف أنه الأشخاص الأنجح في العالم ما بيصحوا بكير بالضرورة عشان ينجزوا وينجحوا لكن هم بيصحوا بالوقت اللي بييجي على مزاجهم يعني حتى في دراسات كمان بتحكي لك أنه الأشخاص الليليين اللي هم بيفضلوا العمل في الفترة المسائية والإنجاز بالفترة المسائية أكثر ذكاء وأكثر إبداعا من الأشخاص النهاريين وفي روابط في صندوق الوصف للي بيحب الإثبات على هذا الكلام في دراسة إسبانية وفي دراسة إيطالية بيتحدثوا عن هذا الموضوع لكن مش بالضرورة أنه هاي هي القاعدة العامة المهم أنه إحنا نفهم شخصيتنا صح ونفهم النمط الزمني لشخصيتنا اللي بالإنجليزي بيسموه كرونو تايب اللي هو يمثل النمط الزمني لساعتك البيولوجية والباحثين قسموا الأشخاص لأربع أنواع تمثل الساعة البيولوجية أو النمط الزمني لكل نوع وكل نوع من الأنواع إلو عادات مختلفة وإلو طبيعة مختلفة من الاستيقاظ وأوقات معينة للنوم والطبيعة البيولوجية تختلف من نمط لآخر إذا أنت عرفت النمط تبعك بشكل دقيق بيكون سهل عليك أنك أو شيء تتقبل حالك أكثر لو أنت من الناس النشيطين اللي هما يقدروا فقط بـ 15% من المناسبة من كل تعداد البشرية هم فقط أشخاص مبكرون أو أشخاص صباحيون الباقي 50% تقريبا أو أكثر شوي من الناس عاديين بيصحوا بفترة متوسطة لا هي كثير مبكرة ولا هي كثير متأخرة وأيضا بيناموا بنفس الوقت المعتدل وعندك تقريبا 20% من الأشخاص يعتبروا مثل الذئاب هذولا بيناموا بفترة جدا متأخرة من الليل وأحيانا كثيرة بيكون عندهم قلق وأرق وصعوبات في النوم خلينا الآن ندخل بتفصيل أكثر عن النمط الزمني اللي هو الكرونو تايب عشان تعرف أنت أي نوع بينطبق عليك وتعرف تتعامل مع نفسك بشكل أريح وبشكل أفضل هاي الأنواع قسموها العلماء والباحثين لأربع أنواع حسب النمط الزمني وأعطوا كل نوع رمزية لحيوان معين عشان يسهلوا علينا نحفظها ونفهمها أكثر عندك النوع الأول هو الدولفين نومه خفيف جدا وفي كثير من الأحيان يعاني من الأرق يعني بينام بصعوبة وبيستيقظ بسهولة هذا هو النوع الأول الدولفين وبالنسبة للدولفين بتلاقيه عادة أنه بيستيقظ حتى قبل ما يرن المنبه وبيستيقظ بيكون بشكل مبكر في العادة حتى قبل الساعة ستة ونص أو ستة صباحا وينصح لهذا النوع أنهم يروحوا على النوم أقصى حد الساعة 11 ونص مساء عشان يأخذوا وقت كافي أو قصد كافي من النوم لأنه هيك هيك هم راح يصحوا بكير النوع الثاني هم الأسود نوع الأسد يستيقظ مبكرا بطاقة كبيرة ولكن في المساء بيكون عندهم طاقة متدنية أو بيشعروا بالتعب والإرهاق بالفترة المسائية بتلاقي نوع الأسد بيستيقظوا بالفترة ما بين خمسة ونص وستة ونص صباحا يعني بشكل عام ويفضل أكيد يذهبوا للنوم الساعة 10 ونص أو قبل لأنه هيك هيك بيشعروا بتعب كبير في الفترة المسائية النوع الثالث هو نوع الدب والأشخاص اللي بينتموا لهذا النوع بتكون ساعتهم البيولوجية الداخلية تتبع مسار وحركة الشمس والليل والنهار يفضل بالنسبة لهدول الأشخاص أنهم يذهبوا للنوم الساعة 11 مساء أو قبل عشان يأخذوا قصد كافي من النوم أو من الراحة أما النوع الرابع والأخير فهم الذئاب اللي بيلاقوا صعوبة كبيرة أنهم يستيقظوا بشكل مبكر فبتلاقيه بيعاني مع المنبه وبيحط سنوز أكثر من مرة وبيفوت المنبه في كثير من الأحيان وعادة هم بيستيقظوا الساعة 7 ونص صباحا أو حتى بعد هيك وبيلاقوا أن طاقتهم أكبر ما تكون في المساء أو الليل بالفترة اللي معظم الناس بيكونوا فيها نايمين بننصح الذئاب أنكم دائما حاولوا تروحوا تناموا على الساعة 12 أو قبل شوي لا تتأخروا كثير في السهر عشان تقدروا تصحوا بشكل نوعا ما متوسط يعني مش الساعة 6 تصحوا على السبعة سبعة ونص ثمانية بس تكونوا مأخذين قصد كافي من النوم وتكونوا نمتوا ثمان ساعات أو سبع ساعات عشان جسمكم يشحن طاقة من أول وجديد وبالنهاية بنحكي أنه كل شخص يختلف عن الآخرين ظروفك بتختلف عن الناس اللي حواليك وأيضا طبيعة جسمك وطبيعة ساعتك البيولوجية تختلف عن الناس اللي حواليك فإذا أنت بتكون فاهم حالك صح وبتفهم كيف تتعامل مع نفسك وكيف تنظم وقتك بما يتناسب مع طبيعة جسمك ومع ظروفك أنت هيك بتكون أكيد من الرابحين وأكيد سؤال الحلقة لهذا اليوم بيكون بعد ما عرفته الأنواع الأربعة للأنماط الزمنية يا ترى أنت بتعتبر حالك أي نوع شو الحيوان اللي بيمثلك اكتبولنا إياها في التعليقات لو بتحبوا نعمل فيديوهات أكثر عن هذا النوع من المواضيع تنظيم الوقت الإنتاجية وزيادة الإنتاجية اكتبولي أراءكم في التعليقات وشو هي الأشياء والمواضيع اللي بتحبوا نحكي عنها في المستقبل لو اجداد على القناة اشتركوا فعلوا الجرس حتى ما تفوتكم الفيديوهات الجاي وبشوفكم بالفيديو الجاي على خير إلى ذلك الوقت دمتم ومن تحبون بصحة ونشاط وطاقة وخير ومحبة السلام عليكم سائد يونس